المؤسسة الملكية الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علاء أبو دلاما رئيس قسم الأنشطة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رحب فيك أستاذ علاء ولو توضح لنا طبيعة البرامج الصيفية التي عدتها المؤسسة لمنتسبها بسم الله الرحمن الرحيم يا مرحب فيكم يفعدني أن نشاركم معكم في هذه المداخلة ونشكركم بداية على دعمكم الدائم للمؤسسة الملكية لأعمال الإنسانية والعمل الخيري والإنساني في ملكة البحرين الحمد لله يعني رب العالمين لدينا العديد من البرامج النوعية التي تخدم فيئة الأرامل والأيتام مثل ما ذكرته في كلامكم الجميل وتقريركم تركيزنا في هذا الصيف على استثمار الوقت في التعلم والترفيه وإسعادهم في واقع منوعة من البرامج الاجتماعية والمسابقات طبعا هدفنا إدخال السرور والبهجة في قلوبهم والاستفادة من الوقت في كل ما هو مفيد لهم بإذن الله طبعا برامجنا منوعة ونحن ندعم نقول بالتعاون مع حلفائنا في الخير وشركات الاجتماعية المجتمعية في إخطاعات مختلفة في ملكة البحرين مثل أكاديمية الأطفال واللولو هايبر ماركت اللي دعمونا في مخيم جميل خلال هذا الصيف في تحت شعار ألوان السعادة بالإضافة إلى الجمعيات الشبابية والاجتماعية المتخصصة في استثمار الوقت ورعاية الشباب والناشئة وهذا لن تعاوننا معهم تعاوننا معهم بات فائدة مشتركة بيننا وبينهم في البداية يعني تعاوننا بيكون بيوفرون لنا خلنا نقول الأخصائيين اللي يعرفون شون يستثمرون وقت أبنائنا وإحنا دورنا نجعمهم بيكونهم شباب ويخلقون لنا بيئة نموذجية لأبنائنا بالشراكة مع أقرانهم من الطلبة وبالتالي نتجنب عملية التميض ويتسبون الصدقات أبنائنا ونمون علاقاتهم الاجتماعية وكونون الزمالات ونوصل إلى الاستقرار والأمن الاجتماعي لهم لله الحمد طبعا يعني ضروري أن نقف وقفة شكر وأرطان لسيد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى ورئيس الفخري للمؤسسة الملكية العمل الإنسانية اللي دائما يوجهنا للشمولية في الخدمات والرعايات لمنتسب المؤسسة طبعا قدواتنا سموه شيخ ناصر بن حمد على دعمنا لا محدود وحثه لنا دائما للإبداع والابتكار في تخديم العمل الخيري والإنساني والشكر موصول لسعر الدكتور مصفى السيد المحفز دائما لنا وما ننسى دائما الداعمين في عمل الخير في مملكة البحرين والمتطوعين وشكر لكم بارك الله فيكم نعم أستاذ علاء أبو دلامة رئيس قسم الأنشطة بالمؤسسة الملكية العمال الإنسانية شكرا جزيلا شكرا جزيلا